موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ومشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة نبدأها من وكارة أنباء الأناضول التي نشرت لمصطفى كلش تحت عنوان مبادرة أممية جديدة في ملف الأزمة السورية حيث يعتزم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا إجراء جولة جديدة من المباحثات مع أطراف النزاع في الأزمة السورية من أجل تطبيق بيان جينيف واحد الذي تم التوصل إليه عام 2012 وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك في تصريح صحفي إنه لم يتم توجيه الدعوة حاليا إلى أي طرف لافتا إلى رغبة ديمستورا اللقاء مع أطراف النزاع إضافة إلى الاجتماع مع اللاعبين الأقليميين والدوليين في هذا الشأن وأشار دوغريك أن ديمستورا ومساعده رمزي عزدين رمزي يتواصلون مع الأطراف المعنية بشأن المبادرة المزمع إطلاقها موضحا أن ديمستورا سيطلع مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على ما تم التوصل إليه في هذا الخصوص وفي الثلاثين من حزيران عام 2012 وبعد اتضاح فشل خطة المبغوث الأممي إلى سوريا كوفي عنان المؤلفة من ستة نقاط صدر بيان جينيف واحد برعاية الولايات المتحدة وروسيا والذي نص بشكل أساسي على تشكيل هيئة حكم الانتقالية تضم أعضاء من النظام والمعارضة وتمكن الأخضر الإبراهيمي من جمع المعارضة السورية والنظام على طاولة المفاوضات في جينيف اثنين دون أن تفلح تلك اللقاءات في الوصول إلى اتفاق وخلفها ستيفان ديمستورا المبغوثان الأمميان السابقان كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي في المهمة واقترح العام الماضي خطة لتجميد القتال في سوريا انطلاقا من حلب إلا أن احتمال نجاح هذه الخطة يبدو ضعيفا في ظل استمرار المعارك في البلاد صحيفة الشرق السعودية أشارت في مقال تحت عنوان ديمستورا الأسد يدمر حلب إلى أن المبغوثة الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ابتدأ مهمته من النقطة التي أفشلت مؤتمر جينيف وهي أغبة النظام في تجزيء القضية السورية برفضه نقاش عملية انتقال السلطة وهذا ما لا يمكن القبول به من قبل السوريين ولفتت الصحيفة إلى أن ديمستورا لم يتأخر في الرد على المعارضة التي أفشلت خطته بإعلانه أن بشار الأسد جزء من الحل في سوريا منوهة إلى أن خطة ديمستورا جسدت موقف النظام وإعلانه أفصح عن موقف منحازن الأسد كما اعتبرت الصحيفة أن ما يثير مزيدا من الأسئلة حول حيادية ونزاهة ديمستورا هو صمته هذه الأيام عما يجري من مجازر في حلب وهي المدينة التي كانت عنوانا لمهمته وكذلك إعلانه بأن الوقت قد حان للإصغاء إلى روسيا رغم أن شخصا مثل ديمستورا يدرك تماما ما هي تدوري الروسي في سوريا وهي الدولة التي عطلت كل القرارات الدولية بشأن سوريا وختمت الصحيفة مشددة على أن المبهوث الدولي ديمستورا سواء عبر وعبر مواقفه الصريحة أو المعلنة أو من خلال صمته عما يجري في حلب يبدو أنه يقر بضرورة تأديب المعارضة السورية التي رفضت خطته وانتزاع المدينة منها عبر اتباع سياسة الأرض المحروقة وتدمير المدينة وإفراغها من السكان لإحياء خطته الموؤودة نطالع في صحيفة الحياة اللندنية مقالة لمصطفى زين تحت عنوان في أن العرب غائبون رأى فيه أن استعداد أوباما للسماح لإيران بالتحول إلى قوة إقليمية ناجحة جدا إذا توصلت إلى اتفاق بعيد المدى مع الغرب على الملف النووي الذي ستريه اتفاقات أخرى تعطي القوى الإقليمية حصتها في الشرق الأوسط وتعيد إليها دورها الإمبراطوري أيام الشاه ملمحا إلى أن ما لم يقله الرئيس الأمريكي أن هذا الدور سيثبت نفوذها في العراق ومحيطه وفي لعب دور أساسيا في الحال السياسي في سوريا وتقاسم هذا النفوذ مع تركيا باعتبارها الوجه الآخر للإسلام السياسي ولفت الكاتب إلى أن انهيار النظام العربي وتقسيم دول على أسس مذهبية وطائفية وإثنية سوريا والعراق واليمن أتاح لإيران وتركيا أيضا الدخول إلى المشهد لإقامة نظام جديد على جسد العروبة المحطم موضحا أن نائب القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي عبر عن ذلك عندما قال في ندوة خاصة الأسبوع الماضي إن طهران تسعى مع حلفائها إلى إقامة هذا النظام شاءت الولايات المتحدة أو أبت مؤكدا استمرار إيران في دعم حلفائها لتحقيق هذا الهدف وأنها النموذج في المنطقة وخلص الكاتب في نهاية مقاله إلى أن إيران لا تنتظر هبة أمريكية كي تسعى إلى تحقيق مصالحها في الشرق الأوسط منوها إلى أنها قد تتفق معها على حساب المصالح العربية طالما أن العرب غائبون تحركهم العصبية الطائفية والقبلية والشخصية في صحيفة العرب اللندونية نقرأ مقالة لثائر الزعزوع بعنوان رياح عاصفة الحزم كتب فيه أنه منذ انطلقت عملية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد متمردي جماعة الحوثي وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله الصالح بدأ السوريون يستبشرون خيرا ويتناقلون أخبارا تفيد أن العاصفة التي تستهدف التمدد الإيراني في مطاقة الخليج سوف تلامس بشكل أو بآخر ذلك التمدد والتغول في سوريا مشيرا إلى أن ما يعزز ذلك التفاؤل السوري أخبار لم تتوقف منذ اليوم الأول لعاصفة الحزم تؤكد أن قادة مجلس التعاون الخليجي لم يعود قادرين على احتمال ما تفعله إيران في المنطقة العربية خاصة بعد أن اكتسبت طوعا من الثقة بنفسها غدا تتوقيعها الاتفاق النووي مع الدول الكبرى ولفت الكاتب إلى أنه بالتزامن مع انطلاق عاصفة الحزم حققت بعض الكتائب على الأرض السورية انتصارات ميدانية كبيرة بين محافظتي إدلب ودرعة مبينا أن البعض قد ربط هزائم النظام في هاتين المنطقتين بانشغال حليفته طهران بلملمة أوراقها اليمنية التي تبعثرت في ضوء المفاجأة التي تعرضت لها معتبرا أن هذا التحالف هو ما يفسر ما يمكن وصفه بالجنون الذي أصاب أقطاب المحور الإيراني وجعل النظام السوري يلقي بكل ثقله في التجيش ضد عملية عاصفة الحزم مذكرا القادة الخليجيين من جديد أن طريق القدس لا تمر عبر اليمن وكأنها تمر أصلا عبر تدمير المدن السورية وتشريد أهلها صحيفة ينشفق التركية نشرت تحت عنوان المدارس التاريخية في المساجد أصبحت مدارس للأطفال السوريين حيث لفتت الصحيفة إلى أنه في خطوة تربوية لتعريف الأطفال السوريين النازحين بمفهوم المدارس والمقاعد الدراسية ارتأت ولاية اسطنبول تخصيص مكان معين داخل المساجد في اسطنبول لهؤلاء الأطفال وتحويل هذا المكان إلى شبه مدرسة لتعليم هؤلاء الأطفال وفي أول تطبيق لهذا المشروع التركي التربوي تم تخصيص موقع الساحة الأمامية لمسجد أفضل زادة في منطقة الفاتح لتكون أول مدرسة من هذا النوع حيث بدأ مئة وعشرون طفلا بالدوام فعلا في هذه المدرسة جدير بالذكر أن هناك في اسطنبول وحدها خمسة عشر مدرسة تقدم التعليم لألفين طفل سوري ومن جانبها تهدف جمعية التعليم السورية التي تتخذ من اسطنبول مركزا لها رفع عدد هذه المدارس في اسطنبول إلى مئة مدرسة خلال الفترة المقبلة ونشرت صحيفة التايمز تقريرا بعنوان يركبون البحر ويموتون ويتحدث التقرير عن مأساة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا والتي تودي بحياة المئات في عرض البحر الأبيض المتوسط التي أصبحت مقابر بلا شواهد فالمهاجرون تدفعهم الحروب والجوع والرغبة في معيشة أفضل للمغامرة بحياتهم وركوب قوارب غير آمنة يوفرها المهاربون مقابل مبالغ باهضة وتضيف التايمز أن ستة ألف لاجئ من سوريا وليبيا وأفريقيا قصدوا الشواطئ الأوروبية الأسبوع الماضي وأن خمسة مئة منهم لقوا حتفهم وتنتقد الصحيفة دعوة مقرر الأمم المتحدة للمهاجرين إلى فتح حدود أوروبا أمام جميع المهاجرين وتتهمه بتحويل المأساة إلى كارثة وتقول إن تحفيز المهاجرين على التوجه نحو أوروبا لن ينقذ حياة الناس وإنما يعرضها للخطر وترى التايمز بأنه على دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبول المزيد من اللاجئين السوريين ولكنها تعتقد أن التعامل مع تحديات الهجرة يتطلب قرارات جريئة وتشير إلى أن قرار أستراليا إعادة القوارب والواخر التي تصل إلى بياهها وتقول إن أستراليا تعرضت لاتقاد منظمات حقوق الإنسان لكن سياستها ناجحت إذ تقلص عدد اللاجئين بمراكزها إلى النصف منذ 2013 وتختم التايمز تقريرها بالتأكيد على أن كارثة البحر المتوسط لا بد أن تقود الحكومات الأوروبية إلى تخليص المهاجرين من مخالب المهربين والهجرة غير الشرعية وتوجيههم إلى الفرص في بلدانهم ونشرت صحيفة الجارديان تقريرا بعنوان قد يكون المسيحيون من الماضي في الشرق الأوسط إن لم نساعدهم ويتحدث التقرير عن وضع المسيحيين في مناطق النزاع بالشرق الأوسط وما يتعرضون له من قمع وتشريد على يد تنظيمة الإسلامية المتشددة وتقول الجارديان في تقريرها إن المسيحية محاصرة في مهدها فقد نزح مئات الألاف من المسيحيين من مناطقهم بالعراق وسوريا أمام تقدم عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وتجولت الجارديان في مناطق المسيحيين في العراق وسوريا مدة ستة أسابيع ليتبين لها أن الوحشية التي يتعرض لها المسيحيون جعلتهم يشككون في أن تعود علاقتهم بالمسلمين إلى سابق عهدها وتقول الصحيفة إن القمع والتشريد في حق المسيحيين ليس ولد زحف تنظيم الدولة الإسلامية على مناطقهم وإنما تعود جذوره إلى سقوط نظام الرئيس صدام حسين على يد القوات الأمريكية والبريطانية فالمسيحيون حسب تقرير الجارديان كانوا يتمتعون بكامل الحقوق في عهد الرئيس السابق صدام حسين ولكن سقوط نظامه فتح الباب لنزاع بشع بين السنة والشيعة وتقول الصحيفة أن المسيحيين يشكلون قوة في لبنان فقط حيث العدو المشترك للمسلمين والمسيحيين هو الحركات الإسلامية المتشددة صحيفة وطن التركية نشرت تحت عنوان وضع حجر أساس لمحطة أكويو النووية حيث شهدت ولاية مارسين في تركيا يوم أمس وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة نووية حيث ستتمكن هذه المحطة بعد تشغيلها من تلبية 28% من مجموع الطاقة التي تحتاجها تركيا سنويا وخلال كلمة الله خلال مشاركته هذا الحفل أفاد وزير الطاقة التركي تانير يلدز أنهم سيبقون على محطات الغاز الطبيعي في البلاد ما دام بمقدور هذه المحطات المنافسة وأشار يلدز إلى أنهم كانوا سيوفرون 14 مليار دولار لو تم إنشاء هذه المحطة النووية قبل 10 سنوات مبينا أن أي دولة لا يمكن أن تكون دولة كبرى دون محطات نووية فيها وأضاف يلدز أن محطتين أكويو وسينوب النوويتين سيتم إنشاؤهما ضمن أحدث المواصفات والتقنيات حيث أن الجميع قد أخذت دروس والعبر من حادثة فوكوشيما الأخيرة الجدير بالذكر أن الانتهاء من هذا المشروع والبدء بتشغيله سيكون في عام 2020 وأنه سيستمر في الإنتاج حتى عام 2100 جريدة عينة بلدي نشرت مقالا لعمار الكاغذي بعنوان الشهيد الرقم حيث يقول الكاتب تشابه أسماء البسني حياة غيري لم أتميز يوما عن أحد بشيء فأنا مجرد سائق سيارة أجرى ارتجف قلبي لما سمعته لما سمعته من أرقام قل لي إنهم سقطوا في درع بادئ ذي بدء غير مدرك بأنني يوما ما سأكون رقما وأن الأرقام في بلادي سيطيب لها المقام أكثر مما تصورنا اسمي أحمد وأنا رقم من أربع خنات تعلو رأس جثتي لا يفزي عنك وجهي الأصفر النحيل ولا عيناي الغائرتان اللتان طميحة إلى السماء وقد تبع البصل منهما الروح مني فمنذ ثلاثة أشهر فقط كنت أعانق زهرة الحياة الدونية فلقد رزقت بمولود الأول وصادفت مع ذلك نجاحا في تجارة الصغيرة مع سداد للدين الذي علقني لسنين أو علقني لسنين لكن للقدر دين لا بد من سداده تهمتي الوحيدة أنني مري في حلب الثائر وأنا لا أنكر هذه التهمة لم أحمل سلاحا يوما ما ولكنني لم أقصر في معد ذلك اسمي خالد وأنا رقم من أربع خنات تعلو رأس جثتي كنت رقما كنت كما أرادوني طبيبا في عام الدراسي السادس في الجامعة عندما تم تفريق المظاهرة التي مرت بجوار منزلي بالرصاص الحي أحضروا لي شابا غارقا بدمه هو إلى الموت أقرب منه للحياة ذنب الوحيد أن يداي طلط ختاب دمائه عندما شخصت وفاته ساعات فقط كانت ما بقي لي قبل أن أدخل عالم السلال من نوازل غاية ما كنت أتمناه هناك ولسنوات ثلاثة أن أشفي غليل الأسئلة التي تطرق رأسي كالعصى تطرق رأسي كالعصى التعظيم تماما يوميا ولمرات عديدة ما الذي حل بباب عمر وهل انتفضت حلب والجيش الحر لابد أنه قد أصبح الآن قوة لا يستهان بها اسمي أسامة وأنا رقم من أربع خنات تعلو رأس جثتي قل الحق يا شيخ كلمة أسر لي بها الكثيرون طوال عامين كنت أعتلي فيهما من بر الجمعة كنت أعلم منذ أول لحظة أنني على المحك لم يكن التحدي بالنسبة لي أن أصدع وأصدح بالحق الذي بات واضحا وضوح الشمس للطفل الصغير التحدي الأكبر بالنسبة لي كان ألا أنعق بالباطل مع زمرة الناعقين فالوقوف على الحياد ظاهريا في حالة كحالتي لم يرق لي كلاب الظلام وتم تنبيه مرتين وفي كل مرة كنت أجادل نفسي مستعرضا الأدلة الشرعية التي تجيز لي الترخص حفاظا على حياتي ولكن أبت نفسي إلى الثبات على ما أنا عليه وأخلصت النية إذ لا معين لي ولا يعلم بحالي إلا الله أنا عبد الرزاق وأنا رقم من أربع خنات تعلو رأس جثتي أما العيون مني فقد فقاؤوها بعدما فاضت روحي وما علموا بأن مهمتهم قد انتهت والفارس قد ترجل والشات إذا ذبحت لم يؤلمها السرخ بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة ونترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة